دكتور عودة خليني ابدأ البداية من عند حددك انا المعايير قدامنا واحنا يعني لسه بنجاهز عنها تقرير كده بسرعة هيبقى بالصوت طول بسرعة ايو لو حبينا نقول المعايير بايجاز ايو يعني خلينا ابدأ مثلا اقولهم انا بسرعة كده اعطاء اولوية للموضوعات التي تدعم الانتماء للوطن هي دي المعايير اللي وضعت منذ قليل اعطاء اولوية للموضوعات التي تدعم الانتماء للوطن وتدفع بالطاقة الايجابية في نفوس المواطنين التركيز على الموضوعات الاجتماعية التي تهم الاسرة المصرية وتقديم النمازج التي تستحق تسليط الاضواء عليها سواء من زوي القدرات الابداعية في المجالات المختلفة او من زوي القدرات الخاصة التي استطعت ان تتحدى الاعاقة كذلك التركيز على النمازج الناجحة المشرفة التي يتم تكريمها في مؤتمرات الشباب حيث يمكن الاستعانة بسيارهم الذاتية بشكل فني داخل الاحداث الدرامية مما يعطي المثل او المثل الاعلى والقدوة ويدفع الامل في نفوس الشباب يعني التركيز على الموضوعات الاجتماعية اللي بتهم الاسرة وتقديم نمازج طيبة يعني عدم اللجوء الى الالفاظ والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الاخلاقي والقيامي والسلوكي بزعم ان هذا هو الواقع ولغة الخطاب العادية المعيار اللي بعد كده ضرورة الرجوع الى اهل الخبرة والاختصاص في كل مجال في حال التضمين المسلسل افكاراً ونصوصاً دينية او علمية او تاريخية حتى لا تصبح الدراما مصدراً لتكريس اخطاء معرفية المعيار اللي بعد كده التوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع ابطال وهميين يجسدون اسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية التي تسهم الاعمال الدرامية في انتشارها التوقف عن تجاهل ودهس القانون عن طريق الايحاء بامكانية تحقيق العدالة والتصدي للظلم الاجتماعي باستخدام العنف العضلي والتقامر والاسلحة بمختلف انواعها وليس بالطرق القانونية يعني انك ما يبقاش فيه ما يوحي بدهس القانون وما يصور للناس انك ممكن تاخد حقك بالبلطقة بالدرامة بالسلاح مش بالقانون يعني التوقف عن معالجة الموضوعات التي تكرس الخرافة والتطرف الديني كحل للمشكلات الدنيوية او كوسيلة لمواجهة الشر ومن ثم تغييب التفكير العقلاني والعلمي افساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاع للكوات المسلحة والشرطة افساح المجال للدرامة التاريخية والدينية والسير الشعبية للأبطال التصدي لأي عمل يبالغ في تشويه صورة المرأة الحد من مشاهد التدخين وتصدير صور الإدمان من الأمور المستهجنة استخدام القوالب الجاهزة المستوردة النموذج التركي الأسباني الهندي ده في المسلسلات يعني وتكييف الموضوعات والشكل وفقا لهذه القوالب وده يعني هما شايفين انه بيؤدي الى حالة تغريب ثقافية وتطمس الهوية المصرية طبعا ألا تمنح اتحاد النقابات الفنية بنقاباته الثلاث السينمائية والتمثيلية والموسيقية اي تصريح بالبدء في اي عمل الا بعد كتابة 75% من العمل وطبعا المعظم الاعمال اللي بيتم تصويرها الآن يعني اكاد اجزة منه ولا 30% منها صحية مكتوب اه يعني النقطة اللي بعد كده يعني اداريا الناس بأواردة الاعضاء العاملين يكونوا المؤلف والمخرج والموسلين من الاعضاء العاملين في احدى هذين النقابات الفنية دي المعايير دكتور عوداني ليه اه يعني كيف تم وضع هذه المعايير وحتروح لمين المعايير طيب اه هي تم وضع المعايير بعد ما اه يعني سمعنا وحضرتك قبلنا شكاوى كثيرة من المواطنين او المشاهد اللي استبيحت عينيه وازانه اه باسم الابداع اه فمثلا هنقول اللغة اللي انا بتكلم بها مش لغة الفن لكن لغة علم الاجتماع محاولات تفكيك الضمير الجامعي جوه المسلسلات يعني يعني انا كنت في الولايات المتحدة المسلسل والدراما بتعمل دور اندماجي لطبق السلطة اللي هو المجتمع الامريكي سلطة من كل المجتمعات فالدراما تلعب دور دمجي وتنشئة امريكية فيطلع المواطن في الاخر مهما كان اصله لبناني صيني اوروبي لكن عنده حاجة اسمها الحلم الامريكي يعني تستطيع جمع كل الهويات المختلفة المجتمع الامريكي يتكون من مهما كان التوجه هنا القيمة بس حلوة تعبير السلطة دا يعني لا دا هما الاعلان عن نفسهم اه السلطة بتجمع حاجات كتير صحيح لكن مفيش اندماج قوي يعني هما مختلفين لكن هو بيقولك في الاخر يجمعنا الحلم الامريكي من خلال الدراما على الدراما ان تقوم بهذا رغم ايه انه هي هتقوم بقيم جمالية وابداع بس هتحول القيمة الاخلاقية القيمة جمالية دا فهنا لما نيجي نبص بقى بنظرة مقارنة بسيطة كده ما الذي فعلته الدراما منذ التمانينات كده بالراحة هي هي الناس ما بتمقاش قصدها لكن في النهاية احنا انا بشوف النتائج ما الذي حدث للناس تفككت تفككت ضمير الجمحي اه انا كرست في الدراما التفكيك بدل الاندماج يعني انا اصلا المجتمع مندمج فالعكس اللي حصل قمت مع عمليات تفكيكية ومحاولة ان انا اقدم اشياء جديدة الاتجاه ليها طبعا هقول وهو صناع الدراما هيبقوا جايين من مجتمع فضائي لا اوما جايين من نفس المجتمع الذي تعرض منذ سبعينيات القرن الى ما يسميه الابنه دي اخطفوا فر وان كان هو يقر احنا نقره وبقى واضح زي ابتسامة السر مسألة كده ايه شديدة الارتباك فهنا الناس عاد تتكلم تقول الدراما تتوجه للجمهور والجمهور عاوز كده واذا ما كانش عاوز يقلب المحطة لا الحقيقة الجمهور مش عاوز كده وما بيتكونش كده يعني ما بيجينيش واعي الجمهور ما بيجينيش واعي ده اللي بشكل وعيه في الدراما مش كده وبحي جوا قيم من خلال القيم الجمالية لقيني احييت جوا اشياء يعني حاجة مدهشة ايه العزلة اللي صناع الدراما ان عزلوا فيها تماما عما يدور من احداث في مجتمعه فين البطل وفين الشهيد وفين القيم يعني ده السؤال اللي المجتمع بسأله مشان اللي انا بسأله فاحنا عبرنا يعني ما فيش اعمال بتجسد النمازج المجتمع طبعا فيه لكن بصفة عامة اللي حصل مثلا وانا باعتبر واحنا عاديين انه فيه مقعد خالي قاعد فيه المشاهد جنبنا واحنا متبنيين هذا الموقف الضعيف لانه المشاهد لا يظهر لك الا اذا عملت تقرير فيشتك يعني فيه ام مديرة مدرسة بتقول لم نعد نستطيع تربية النشأ بسبب ما يستخدم في الدراما من الفاظ والتصرفات فرد عليها مخرج قال لها انت اللي مش عارفة تربي يعني هنا وكأن صنع الدراما بيلقي باعماء ما انتجه من انجازاته اللي اثرت على المجتمع وفككته فبيقول لها انت المسؤولة لا الدراما والمنهج التعليم ده الدراما مصدر اساسي للمعرفة طيب بس هنا المخاوف انه القايمة اه كبيرة جدا وانا اخشى ان صنع الاعمال فانا يقول لك لو خلت القايمة دي مش هيبه فيه دراما يعني مش عارفة لا غير صحيح لان دراما فيها الخير وفيها الشر ماشي اه طبعا احنا مش بنتدخل على فكرة في صنع الدراما ده احنا بنقول للقنوات على فكرة احنا ملناش علاق بالمؤلف ولا بالمخرج اه يعني انتوا هتحسبوا القنوات اه وبعدين كمان اعضاء اللجنة فيها مخرجين والكتاب سيناريو يعني احنا مش بعيد عن الناس هم نفسهم يعني في بدايات اللجنة جمعنا رؤساء القنوات وفي اجتماعات اخرى جمعنا المنتجين ولاحزنا ان احنا بنتكلم كلنا لغة مشتركة الجميع اه يتحدث لغة مشتركة لكن في لحظة ما المصالح تطلق